كل إنسان يحسن ولا ينتظر من الآخرين شيئا ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن من أحسن وأعطى وانتظر من الناس عائدة من شكر تعظيم تقدير أو نحو ذلك فإنه ليس ممن قال الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ما نبغى منكم مقابل ولا نبغى منكم كلمة شكر هذا كله لله طبعا لو كانت الأمة بهذا المستوى بأفرادها ومجموعها لسترحنا من كثير من الشر فيما بين الأهل في الأسرة الواحدة القرابة العشيرة والجماعة والمحيط والبيئة والحي والقبيلة وعلى مستوى الأمة بكاملها لا ينتظر الإنسان عائدة من أحد فالمقصود هنا أنه ينبغي للعبد أن لا ينتظر من المخلوقين إحسانا ولا نفعا ولا بذلا ولا عطاء وإنما هو الذي يبذل ويعطي وينفع أين هذا ممن حياتهم من أولها إلى آخرها متوقف على الآخرين كل شيء حتى الأشياء البسيطة أشياء بسيطة تقدم للجميع ما يعرف يتكلم إذا جاء الله يقول أنا من طرف فلان طرف فلان وما الحاجة إلى مثل هذا الكلام يا أخي هذه أمور مبذولة للجميع الصاع واحد هو يتكلم مع كل أحد مع من يعدل ومن لا يعدل لابد أن يأتي بمنة أحد أو تفضل أحد عليه وهو غير مضطر يعني هو غير محتاج لكن أصبحت عادة للأسف ثقافة في المجتمع نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا وتؤجروا فالإنسان يؤجر على الشفاعة وينبغي أن لا يبخل بذلك ينفع إخوانه ما استطاع لكن من الناس من تكون حياته من أولها إلى آخرها متوقف على الآخرين فهو لا يدرس إلا بهذا ولا يتوظف إلا بهذا ولا ينتقل من عمل إلى عمل إلا بهذا ولغته هي هذه اللغة الركيكة أنا أتيتك من طرف فلا والله المستعان